موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله بتمنى يكونوا الجميع بخير وبصحة وسلامة رح خبركم اليوم عن اللاعبين السوريين المحترفين في الدوريات الأوروبية وعن رغبتهم بالانضمام للمنتخبة السورية وعن اللاعبين المحترفين بالدوريات الأوروبية اللي رفضوا في الوقت الحالي الانضمام للمنتخبة السورية ورح خبركم عن اللاعب أيهم أوسو واللاعب عبد الرحمن ويس واللاعب محمود داود وعن المدرب هيكتور كوبر هل راح يستمر في تدريب المنتخب السوري أم لا وعن اللعب عمر السومة هل سيعود للمنتخب السوري في الأيام القادمة وبالما نبدأ بالتفاصيل حابب أشكر كل من ننضم إلى قناة مع الأخوة وشكراً كتير على دعمكم وتفعلكم الإيجابي بالتعليقات وبتمنى للعب يتابعونا من جديد إذا ما اشتركتم بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا الدعموني بلايك بالبداية سأخبركم عن اللعب مايكل لحدو اللي بيلعب بالدوري السويدي اللعب مايكل لحدو الرفض الانضمام في الوقت الحالي للمنتخب السوري وعم ينتظر دعوة من المنتخب السويدي وإذا ما تم دعوة اللعب مايكل لحدو للمنتخب السويدي يمكن يغير رأيه وينضم للمنتخب السوري أما اللعب مايكل إسحاق اللي بيلعب في الدوري السويدي الرفض بشكل قاطع الانضمام للمنتخب السوري ماكا الإسحاق يلعب قلب مهاجم ومثل منتخب السويد في البطولات الأوروبية أما عن اللعب روني بردقجي اللي بيلعب بينادي كوبنهاجن الدينماركي فرفض رفض قاطع الانضمام للمنتخب السوري ويطمح بتمثيل منتخب السويد لتكون فرصته أكبر باللعب في أحد الأندي الأوروبية الكبيرة في الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني أما اللعب سنتياغوهزي اللي بيلعب بالدوري الأرجنتيني إلى الآن لم يعطي الموافقة للانضمام للمنتخب السوري وعن ينتظر دعوة من المنتخب الأرجنتيني وفي حال لم تتم دعوة سنتياغوهزي للمنتخب الأرجنتيني سيمثل المنتخب السوري في الأيام القادمة إن شاء الله أما عن اللعب آلان أوسي اللي بيلعب حاليا في الدوري الروماني فوافق على تمثيل المنتخب السوري وجميع الأوراق اللي بتخص انضمام اللاعب ألان أوسي جاهزة مية بالمية ولكن حاليا اللاعب عم ينتظر دعوة من المدرب هيكتور كوبر ولجنة اللاعبين المحترفين حاليا عم تفاوض أكثر من اللاعب للانضمام للمنتخب السوري في الفترة القادمة أما عن اللاعب أيهم أوسو اللي انتقل للنادي قادش الإسواني فتم توقيع العقود وبشكل رسمي مع نادي قادش وأعلن موقع نادي قادش الإسباني عبر صفحته الرسمية عن انضمام المدافع السوري أيهم أوسو لصفوف الفريق ووضع صورة لللاعب أيهم أوسو على صفحته الرسمية لموقع النادي أما عن اللاعب عبد الرحمن ويس وخبر انتقاله للدوري الهولندي إلى الآن ما تم الاتفاق بشكل رسمي مع اللاعب عبد الرحمن ويس وما زالت المفاوضات مستمرة بين النادي واللعب عبد الرحمن ويس وفي الأيام القليلة القادمة يمكن يوقعه بشكل رسمي أما اللاعب محمود داود اللي بيلعب بنادي برايتون الإنجليزي اللي بيلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز انتقل وبشكل رسمي لنادي شتوتجاردا الألماني لمدة ست شهور على سبيل الإعارة مع أمكانية شراء عقد اللعب محمود داود من النادي الإنجليزي ومثل ما شفنا اللعب محمود داود أعلن جاهزيته للانضمام ولا تمثيل المنتخب السوري وجميع أوراق محمود داود جاهزة لا ينضم للمنتخب السوري ولكن إلى الآن اللعب محمود داود ما أعلن بأي وقت رح ينضم للمنتخب السوري يمكن نشوف محمود داود في مباريات منتخبنا مع منتخب مينمار في الشهر الثالث أما عن هكتور كوبر وبعض وصول منتخبنا للأراضي السورية وبعض الاستقبال اللي عملته الجماهير السورية لللاعبين والكادرة التدريبي طلب المدرب كوبر من اتحاد كرة القدم إجازة للراحة وبعد الإجازة اللي طلبها المدرب كوبر رح يرجع للمفاوضات مع اتحاد الكرة ورح يقرر إذا رح يستمر في تدريب منتخبنا أم لا وبعد خروج منتخبنا من نهائيات كأس أسا في قطر تلقى المدرب كوبر عدة عروض من منتخبات وأندية عربية ومنتخبات أفريقية ومنتخبات الشرق أسيوية ولكن المدرب كوبر منح الأولوية للاستمرار في تدريب المنتخب السوري وكان في اتفاق مسبق بين المدرب هكتور كوبر واتحاد كرة القدم على هذا الموضوع أما عن عودة عمر السوما للمنتخب السوري وفي حال تم تجديد عقد المدرب هكتور كوبر مع المنتخب السوري ما بتوقع رح نشوف اللعب عمر السوما مع المنتخب السوري مرة ثانية لأن المدرب هكتور كوبر مستاء من تصرفات اللعب عمر السوما من بعد مباراة اليابان ومن التصريحات اللي صراحها اللعب عمر السوما عن المدرب هكتور كوبر بتمنى تخبروني رأيكم بالتعليقات أنتم مع تجديد عقد المدرب كوبر وهل راح يستمر في تدريب المنتخب السوري وفي حال تم تجديد عقد المدرب كوبر راح نرجع نشوف اللعب عمر السوما مع المنتخب السوري وصلنا لنهاية أخبارنا لليوم بتمنى إذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تدعموني بلايك نلتقي بالفيديو القادم إن شاء الله دمتم بأمان الله